المتتبعين مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يعتبر تاني لقاء نناقش فيه موضوع إصلاح التعليم والذي ننظمه بشراكة مع مؤسسة أماكن لجودة التعليم في هذا اللقاء سوف نناقش محور عوامل تعطر الإصلاحات الكبرى بين الزمن التربوي والزمن السياسي يشارك معنا في هذا اللقاء مجموعة من الأستداء الأستاذ عبد النصر ناشي رئيس جمعية أماكن لجودة التعليم الأستاذ خالد ثمدي أكاديمي وباحث تربوي ووزير سابق كاتب دولة التعليم العالي سابق محمد درويش أيضا خبير تربوي وباحث وأستاذ جامعي سابق نصر ناشي نبدأ معكم هذا اللقاء حول سؤال الإصلاحات أو هدر الزمن تربوي إصلاحات متكررة دون أن تتحقق نتائج كبرى في مجال إصلاح التعليم لماذا ندور في هذه الدوامة الإصلاحات؟ شكرا جزيلا سي عبد الحق بالشجر أولا على استضافة هذا اللقاء في الموقع 24 أشكر كذلك وأرحب بالأستاذ سي خالد صمدي وزير سابق التعليم العالي والسير محمد درويش رئيس المنصد الوطني لتربية تكوين طبعا هذا اللقاء يندرج ضمن اللقاءات التي ننظمها حول إصلاح التعليم كان اللقاء الأول مخصص لموضوع الحكامة وقد نقشنا في هذا الموضوع من مختلف الزوايا اليوم نريد أن نقف عند الإشكالات الكبرى التي تواجه الإصلاحات المتعاقبة التي عرفتها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في بلادنا منذ استقلال إلى اليوم طبعا سؤال العوامل التي أدت إلى فشل الإصلاحات السابقة يبقى سؤالا مطروحا على جميع الفاعلين وجميع المتدخين في الحقل التربوي ببلادنا هذا السؤال طبعا يحيلنا على عدة إشكالات عرفتها المنظومة التربوية منذ استقلال إلى اليوم ولكن سنحاول اليوم أن نقارب هذه الإشكالات من زاوية ربما خاصة زاوية متعلقة بتبات مرجعيات الإصلاح وتغير سياسات العمومية التي تأتي في حقيقة الأمر لأجراءت هذه المرجعيات ولتنفيذ هذه المرجعيات على أرضي الواقع في الماضي طبعا منذ الاستقلال إلى ربما حتى المتاق الوطني التربية والتكوين كانت هناك إصلاحات مرتبطة بتصورات محدودة في الزمن وفي الغالب كانت تصورات مرتبطة إما بمخططات حماسية أو مخططات ثلاثية أو كانت مرتبطة بحكومات تأتي ثم تمضي هذه الحكومات وتأتي إصلاحات جديدة ربما تقطع نهائيا مع الإصلاحات السابقة وربما غياب هذا الخيط الناظم ما بين الإصلاحات منذ استقلال إلى المتاق الوطني التربية والتكوين سنة 1999 هو الذي يفسره بقدر كبير فشل الإصلاحات التي تعرفها التعليم لأنه هناك غياب للتراكم ما بين الإصلاحات هناك توجهات تأتي بها بعض الحكومات تكون مناقضة تماما للتوجهات الحكومات السابقة وهذا طبعا لا يفيد كثيرا في مراكمة هذه الإصلاحات وفي التوجه نحو أفق واضح في الزمن الزمن التربوي ذلك نتحدث عن زمن تربوي وزمن سياسي زمن سياسي غالبا يكون قصيرا حكومات معينة تأتي لضرف زمن معين لا يتعدى خمس سنوات ثم الإصلاح التربوي بغي أن يكون ممتدا في الزمن وبما أن الحكومة التي تأتي بنفس سياسي جديد تريد أن تغير الإصلاحات فهذا يعني أننا لا نراكم هذه الإصلاحات في الزمن وربما نأتي بإصلاحات مناقضة هذا تم إلى غاية لمتاق الوطن المتاق الوطن جاء برؤية متكاملة للإصلاح وأكثر من ذلك رؤية ممتدة في الزمن لعشر سنوات كانت تسمى عشرية الإصلاح هذه العشرية للإصلاح كانت فيها توافث معينة في مرجعية الإصلاح لكن مع الأسف رغم هذا التحول في الإصلاحات من إصلاحات قصيرة المدى إلى إصلاحات بعيدة المدى هذا التحول مع الأسف لم يواكبه تحول على مستوى السياسة العمومية المرتبطة بالتعليم ورغم أنه جاءت حكومة التنو سنة 1998 بنفس جديد وبآمال جديدة عقد عليها المجتمع لكي يتطور المجتمع نحوها الأفضل في مجال التعليم لم يكن هناك اعتماد كامل على الميطاق كمرجعية الإصلاح بل كان هناك شد وجد فيما يتعلق بمرجعية الإصلاح هناك من يأخذ من الميطاق بعض الأمور التي تواكبه أو تلائم توجهاته وهناك من ينفصل نهائيا عن مرجعية الإصلاح التي هي الميطاق الوطني التربية والتكوين امتد هذا التعامل مع الميطاق كمرجعية الإصلاح إلى نهاية الميطاق الوطني التربية والتكوين وبداية إصلاح جديد مبنية على رؤية استراتيجية هي رؤية 2030 التي جاءت بجديد الجديد هو أن هذه الرؤية استراتيجية تحولت إلى قانون إطار هذا القانون الإطار لماذا تم التفكير في القانون الإطار؟ بعد تقييم الميطاق الوطني تبين أن الالتزام بالميطاق الوطني لم يكن كاملا لكي ندفع الفاعل السياسي لكي يلتزم بمرجعية الإصلاح جاء القانون الإطار كقانون ملزم للجميع بهذه المرجعية الإصلاح لكن ما كنا نأمله في الواقع من وجهة نظري لم يتم في الميدان والسياسات العمومية التي تلت الميطاق الوطني التربية والتكوين بعد 2019 تراوحت بين انتزام معلن بالقانون الإطار إلى خروج نهائيا عن قانون الإطار من وجهة نظري بعد 2021 بداية 2022 وأظن أن هذا المعطى هو الذي من وجهة نظرية ينبغي أن يكون محور نقاشنا اليوم شكرا لكي بنصر ناجي سألت في السمادية تزاوج تبا بين تجربة الحكومية وأيضا كنت كفاعل في النقابة الوطنية التربية العالية الآن عندك خبرة و تجربة بعدها الحكم دي أنه فشل الإصلاح هل توافق على أنه فعلا إصلاح فشل هل هناك مشكلة في التصور أم في التطبيق شكرا جزيلا سي بالشعر وأثمن عاليا عقدة هذه الحلقة في هذا الظرف بالذات من طرف الشركين اليوم غانتكات وأماكن وأيضا أسعد بتوجدي مع زميلي أستاذ محمد درويش الفاعل والخبير التربوي المعروف هذه اللحظة التي انعقد فيها هذا اللقاء هذا ومن المفروض في تقديري أن تكون هذه السنة سنة لقاءات تقييمية لنصف المدة الزمنية بعد صدور القانون الإطار 2019 نحن اليوم 24 يعني 6 سنوات على صدور القانون الإطار ومازلنا على رؤية 2030 6 سنوات إذن المفروض أن هذا المي باركور نصف الولاية أو نصف المدة الزمنية تكون محط تقييم فريد ذلك أشكركم على هذه المبادرة وأدعو كل منابر الإعلامية والجمعوية والفاعلين والمؤسسات وغيرها لتجعل من هذه السنة سنة تقييم نحن لم نريد أن ندخل في عملية تقييم بشكل متأخير لأنه تقييم في الوسط يعطيك ما هي الفرص وما هي التحديات وما هي الإكرهات ثم يمكن أن يعيد توجيه الجهد في اتجاه تحقيق الأهداف المرصودة فهذا هو الطبيعي لأنه حينما تعاملنا مع المتاق الوطني لتربية التكوين في العشرية صحيح كانت بعض تقييمات ولكن تقييم الكبير لتعمل المتاق الوطني لتربية التكوين كان في 2013 يعني بعد انتهاء عشرية المتاق والحاجة ظهور الحاجة ماسة إلى ضرورة بناء رؤية استراتيجية جديدة هذا من المجلس الألال التربية التكوين في العلمي أول خطوة وهي فيها واحد نوع من تقييم السياسات العمومية المتعاقبة من حكومة التنوح حتى 2013 وهدفي تقديري هو واحد تقييم متأخير جداً بحيث ربما الحلقة السابقة التي خصصتها لهذا الموضوع تقييم يعني مخطط تقييم متدرج هو من حكامة من حكامة تدبير ومن حكامة ترشيد المواريد وترشيد كل أشياء على كل حال أنا في تقديري التقييم العلمي والموضوعي والمتعدد الأطراف هو الذي بإمكانه أن يعطينا النتائج نطمئن إليها في رسم في رسم المستقبل بالتالي منطق فشل كل الإصلاحات وهذه الإصلاحات لم تحقق أي شيء ورغم وجود لقاءات كثيرة ومتعددة وجود مترق الوطني التربية التكوين وجود ربية استراتيجية إلا أننا نفشل دائما في تنزيل مقتضية الإصلاح لا بالعكس أنا أعتبر أن هناك تراكم لكن ماشي ليس بالطموح المنشود وليس بالانتظارات التي ينتظرها لكن هناك تراكمات لأننا لا يمكن شيء نكره على أنه عدد التلاميذ اليوم في المدرسة المغربية راه غادية لتسعة دي ملايين في الوقت الذي كنا في بداية الألفية أقل من هذا بكثير ما يمكش نذكره على أنه طلبت الجامعات في بداية الألفية كانوا رعمية ألف اليوم نحن في مليون ومئتين ألف تقريباً مع ما يتطلبه ذلك من موارد مالية وبشرية وتجهيزات وبينيات هناك مجهود النتائج دون سقف الانتظارات هذا هو التعبير اللي نبغي نوقف عنده باش نكونوش شوية موضوعيين في عملية التقييم شر الأستاذ الناجي مشكوراً إلى واحد محطة نوعية مهمة جداً وصل لها المغرب ووقتها اللي هي مأسسة الإصلاح من ناحية القانونية ربما الأمر الفارق في الإصلاحات السابقة كلها أنه لم تكن مؤطرة بقانون حتى المتاق الوطني التربية والتكوين نفسه كانت فيه واحد توصية في النسخة الفرنسية ليس في النسخة العربية ديال ضرورة تحويل هذا المتاق إلى قانون إطار ملزيم كانت هذه التوصية ليس حتى أخرجت الرؤية استراتيجية رادك سعة في المتاق ولكن ما الذي حال دون تحويل المتاق الوطني التربية والتكوين إلى قانون إطار ملزيم خاصة مع الأمال العريضة جداً التي كانت قد فتحت في بداية الأحد الجديد والمفهوم الجديد للسلطة ومرتبط بذلك من أوراش كثيرة تفتحات معك من الأسف من 2010 إلى 2015 تقريباً 15 سنة ونحن نشتغل بوثيقة توفقية صحيح هي المتاق الوطني التربية والتكوين ولكنها تتعارض في كثير من الأحيان مع السياسات العمومية وعلى البرامج الحكومية المختلفة والمتعددة أنا تقريباً اشتغلت خلال هذه المدة مع أحد الخمسة والاستاذي الوزراء في ملفات بعينها وكنا نشعر ونحن نشتغل أننا تنقل يودر هذا هو المتاق تقولك إياه هذا هو المتاق ولكن المتاق توجهات ولسا سياسات عمومية هذا هو الإشكال إلى أي حد يمكنك أن تحاسب الفاعل على مشروع غير مؤثر من ناحية القانونية وهو ملزم أمام الناخبين أو أمام الفاعلين عموماً بتطبيق البرنامج هو مسؤول على البرنامج الحكومي الذي قدمه في البرلمان وتم المصادقة عليه ويسأل عليه لا يسأل عن وثيقة تعتبر إطاراً صحيح لكنها لا تكتسي الصبغة القانونية قلنا طيب في المجلس أعلى لتربية تكون البحث العلمي ونحن نقوم بعملية تقييم وكنت أنا ذاك عضواً في المجلس وكننا نجي نفس الشيء أنه هذك التوصية ديال تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى قانون إطار ينبغي أنك إدعى عليها وفعلاً ذاك الذي حصل بحيث أن جلالة الملك أعطى عوامره السامية بتحويل هذا الرؤية الاستراتيجية بعدما قدمت له إلى قانون إطار اشتغلنا على قانون إطار وأنا حصل لشرف رئاسة اللجنة الأولى لصياغة هذا القانون وكنا نشتغل بنفس في طموح أمال وكبير جداً فصدر القانون القانون أعطى مدة ثلاث سنوات لإخراج المخطط تشريعي جميع النصوص التطبيقية دات الصيلة بالتنزيل لمقتضاية القانون لأن هذا قانون إطار ينبغي أن تخرج إلى حيز الوجود بعد ثلاث سنوات من صدور القانون في جريدة رسمية كذلك؟ المفروض أن هذه الترسانة القانونية كلها تخرجت إلى حيز الوجود وانتقلنا العمل وانتقلنا الفعل وربط المسؤولية بالمحاسبة المرسيم كاين القوانين كاين وقرارات كاين إلى آخره معك من الأسف الحكومة السابقة وجدت مخطط تشريعي والقانون يتحدث عن اللجنة عليا يرأسها رئيس الحكومة مكلفة بتنزيل تطبيق الإصلاح فيها 18 قطع حكومي تقريباً تعقيد اجتماعاتها ثلاث مرات في السنة بموجب المرسوم عقدت في ظل الحكومة السابقة ربما لقائتين أو ثلاثة لمدارسة مجموعة من الملفات ومجموعة من مشاريع القوانين ثم بعد ذلك بعد الانتخابات وفي ظل الحكومة الجديدة فوجئنا أن عمل هذه اللجنة العليا المحددة بموجب المرسوم توقف كلية ولم تعقيد أي اجتماع لحد الساعة بمعنى أننا انتقلنا من الإصلاح بمنطق المنظومة التي فيها 18 قطع إلى رجعنا المنطق بالإصلاحات القطعية وكل وزير يشتغل بمنطقه وببرنامجه الحكومي الآخر إذن مدام أن هذه النصوص التطبيقية لم تخرج إلى حيز الوجود هذا يعني عمليا أن القانون الإطار مجمد وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقول إن القانون الإطار لم يحقق أهدافه لأن القانون الإطار هو موجود ولكن تفعيل عبر نصوص تطبيقية لحد الساعة يمكن أن نقول لك أنا كنحسبهم يعني كل أسبوع كنحرص على متابعات التقارئ ذي المجلس الحكومي كنشوف على الله وعسى يخرج شيء نص من النصوص التطبيقية باش نقولوا راحنا كنتقدمون شي شيء في الإصلاح أذكر على أنه كان لجناء دائما البرامج المناهج المرسوم ليلا صدر في ظل الحكومة السابقة مجلس الوطني البحث العلمي صدر المرسوم في ظل الحكومة السابقة ولم يخرج إلى حيز الوجود لحد الساعة مرسوم الهندسة اللغوية أحيل على المجلس الأعلى وأعطى رأيه فيه وكان من المنتظر أنه يخرج إلى حيز الوجود فإذا بنا نفاجأ بعادة إحالة النص مرة أخرى على المجلس الأعلى وأبدى رأيه فيه ولحد الساعة لم يخرج إلى حيز الوجود وهكذا إذن نحن أمام الشبه أمام قانون إطار عقدت عليه آمال كبيرة جدا واعتبره جلالة الملك جاء ليقطع مع الإصلاح وإصلاح الإصلاح وأنه ملزم لكل الحكومة إذن الآليات متوقفة النصوص أو المخطط الشريعي متوقف إذن مبدئيا القانون الإطار مجمد ومعك من الأسف بعد مرور ست سنوات أنا أرى أننا سنكون في غضون السنتين القادمتين أمام شبح مخطط استعجابي من جديد لإعطاء دينامية جديدة لمشاريع الإصلاح إذن هنا يكمل الإشكال ولكن أنا كنقول بداية وختم أنه لابد من تقييم لابد من تقييم موضوعي مهمة المجلس الأعلى للتربية والتكون المحلية أن يقوم بعملية تقييم لأنه لديه الهيئة الوطنية للتقييم لم يصدر المجلس لحد الساعة أي تقرير تقييمي لنصف نصف ولاية الإصلاح واعتباره مؤسسة دستورية الفاعلين الآن يدلون بالمرصاد مراكز أخرى إلى آخره يدقون ناقص الخطار وتقولوا دير سندخلوا في المنطقة الحمراء إذا لم يتم تفعيل مختضيات القانون وسنكون ربما أمام وضعية أعقد من السابق لأنه الآن لدينا القانون في السابق نقولوا ما كانش القانون إلى آخر الآن لدينا القانون تفقنا مع ما يوجد فيه اختلفنا مع ما يوجد فيه إلى آخره هذا شعن آخر أشير في الختم إلى نقطة أيضا غاية في الأهمية أن هناك نعمل انتقائية في التعامل مع بعض الملفات في القانون الإطار دون صدور النصوص التطبيقية دون صدور النصوص التطبيقية ونعطي مثال واحد الهندسة اللغوية المطبقة الآن في المنظومة التربوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين الباحث يعني نفسه يقول أنها غير مؤثرة بالقانون لكن مع ذلك نرى أن الحكومة توقع قبل حوالي أسبوع اتفاقية مع الدولة الفرنسية لقرب من أجل دعم تدريس اللغة الفرنسية في حين أنه المنطقي أننا نخرجه بعد الهندسة اللغوية إلى حيز الوجود لأنها منظور متكامل وشامل وهذه الهندسة لم تخرج مع كامل إلى حيز الوجود ولكن سياسة العمومية ما الشافة للتجاه نعطيت فقط مثال وربما خلال الحوار يمكن أن تكون أمثل أخرى إذن هذا إشكال حقيقي لابد أن نقاربه كفاعلين من أجل مصلحة بلدنا شكراً سي السمادي سوف نرجع للموضوع الهندسة اللغوية لأننا فيها كلام كثير سوف نعطي الكلمة سي محمد الدرويش أنتم في المرصب الوطني لمنظومة التربية والتكوين لا شك أن تتابعوا هذه الإصلاحات اليوم لدينا قانون إطار فعلاً عن قانون إطار ولكن تطبيق القانون الإطار فيه إشكالات كبيرة نصص تنظيم التطبيقية التي قلتها سي السمادي إشكالات انتقائية دائماً نحن نضروف هذه الدوامة كيف تتقاربوا في المرصد الإشكالية المرجعية الإصلاح شكراً أخي بالحق والشكر وشكري بمندود لليوم 24 ولأماكن رئيسها سعب النصر النهجي على تنظيم هذه اللقاءات التي لا يمكن إلا أن تكون إضافة نوعية من أجل مناقشة السياسات العمومية والعامة بخصوص منظومة التربية والتكوين سعيد بتواجد معكم ومع الزامير والصديق الأخ خليط السمادي أنا ذكريات نقابة الوطني التعليم العالي لسنوات وأتمنى أن تعود تلك الأيام إلى المكاني الطبيعي فنتجنب تفريقها بين الجسم الواحد دعني أولاً أذكر بأن منظومة التربية والتكوين عرفت ما يقارب سبعتاش البرنامج منذ استقلاء اليوم برنامج أحياناً إصلاحي أحياناً صحيحي أحياناً برنامج عمل حكومي وعرفت تدبير ما يقارب أربعين وزيراً وكاتب دولة ووزير منتدى ومناقشتنا في المرصد لهذا الموضوع جعلتنا نقف على أمر في تقسيم المراحل التي مر منها ومرت منها هذه المنظومة نقسمها إلى أربع مراحل كبرى من الاستقلال إلى سنة 1985 ومن 85-86 إلى 2000 لهر الميثاق الوطني ومن سنة 2000 إلى سنة 2019 مصادقة على القانون الإطار وبعدها المصادقة على القانون الإطار من 19 إلى حدود 21 أي سنتين من بعد نعيش زمناً غير الزمني قانون الإطار ولا مأساً من التذكير كذلك بأن القانون الإطار يقتضي المصادقة على 83 نصف شريعي في تقريباً 83 نعتقد في استدل القوانين وما تبقى في مراسيم وقراراته يوكي القول إنما صدر إلى حدود اليوم أي بعدها خمس سنوات من المصادقة على القانون الإطار بعد أن أوصى به جلال الملك وسلمه رأساً إلى السيد رئيس الحكومة سعب الام كيران وظل حبيث نقاش غير مجدي وغير نافع منذ ذاك الوقت إلى أن تمت المصادقة عليه أي وقع تأخر وهضر زمان شريعي مدة تقريباً أربع إلى خمس سنوات وحينما تمت المصادقة عليه في سنة أولي 19 لاحظنا ونحن نتبع قضايا المنظومة من الداخل أن الوزيرين المكلفين بقطاع المنظومة تعليم التربية الوطنية وتعليم عالي وكأنهما يتحاشيان هذا القانون لمدة فاقت سنة ونس بل كما صرحته في بعض المناسبات أن هناك وزير في الحكومة من كان يشطب على كل كلمة يأتي ذكرها في القانون الإطار ولا يبغي ذكرها اليوم صحيح أنه صدر أعتقد القانون الأول وقانون مرتبط بمؤسسة محمد السادس والقانون الثاني الذي ننتظر ثلاثة تهم التربية الوطنية أعتقد القانون 006 والقانون 007 والقانون أعتقد 003 والقانون 001 الخاص بالتعليم عالي لا نرى في الأفوق القانون 001 تعليم عالي لأنه يطرح مجموعة من القضايا الكبرى واجب إعادة النظر فيها والقوانين الأخرى يعني كذلك أقول أن القول أو الحديث عن فشل من ضغمتنا التربوية مجانب الصواب في جوانب كثيرة يمكن القول أن المنظومة نجحت عبر التاريخ حيث إذا مععدنا إلى سنوات يعني بعد الستقلال نجد أن تعليمنا كان يعني ذات كوين جيد ويخرج أطر كبيرة جدا وفي مستوى عالي لا في العربية ولا في الفرنسية ولا في إدراك العالم حول المعيش بعد الخمسة وثمانين أعتقد بدأت المشاكل تتربص بمنظومتنا وبعد توصيات البنك الدولي آنذاك ثم بدأت تخبط في تطبيق مجموعة من توصيات نحن لسنا ضد توصيات لأنه العالم اليوم هو هذا في تعاون وشراكات مع منظمة الدولية لكن المنفذ والمطبق والمنفذ للبرنامج المتفق عليه في غالب الأحيان يسيء تقدير ويسيء ترجمة ما تم الاتفاق عليه في تفعيل مقتضايته يمكن لنا عدة أمثلة في ذلك يعني لا في الهندسة اللغوية ولا في برامج متفق عليها ولا في اليوم مثلا نحن نتحدث برنامج الحكومة الحالية تتحدث عن مدارس رياضة التي مويلت باتفاق دولي مع منظمة دولية والأسبوع الماضي يتم الحديث عن إعدادية الرياضة بتمويل من فرنسا وأعتقد أنه سيأتي الحديث عن ثانويات الرياضة وهذه المرة سيكون تمويل من البنك الإفريقي الإتنمية إذن نحن في مؤسسات الرياضة بتمويلات خارجية إذن نتمنى أن هذه التمويلات تذهب نتمنى أن يتم تفعيل مقتضايت الاتفاق بحكامة تربط المسؤولية بالمحاسبة فعلا وليس كلاما المنظومة اليوم انتقلت في سنة والستينات من بضعة آلاف مستفيد تلاميذ متعلمة إلى اليوم نحن تقريبا منظومة التربية وتكوين تشكيل طولة أعداد الشعب المغربي بحيث اليوم يمكن الحديث عن مليون وثلاثمئة وخمسين ألف طالب في الجامعة المغربية حيث النوسي خالي ضدر على مليون ومائتين ألف حيث كان هو كاتب الدولة في التعليم عليه كانت مليون وثلاثمئة ومائة وخمسين ألف اليوم عندنا مليون وثلاثمئة وخمسين ألف طالب في التعليم الجامعي بكل أنواعه ولنا تقريبا تسعود المليون تلميذ وتلميذة في التربية الوطنية وثلاثمئة ألف تقريبا في تكوين الميني إذن هذا كله يشكيل إذا ما أضفنا إليه أعداد الإداريين والأساتذة ومختلف فئاتهم والسويتهم نكون أمام تقريبا 12 مليون مستفيد علما أن هؤلاء 12 مليون ما يقارب 12 مليون لهم علاقة مباشرة بكل أفراد الشعب المغربي إما ب هما أبناء أساق فمعنى أن الشعب المغربي بكل مكوناته وطبقاته معني مباشرة بقضية التربية وتكوين لذلك المسؤولية صعبة في تدبير قطاع له علاقة بكل المواطنات والمواطنين شكرا أهتير خلال النقاش موضوع التمويل التمويلات سواء منسبة الفرنسية تدريس بها أو تدريسها أو تمويلها في مدارس الريادة يعني إلي حد من هذه التمويلات الإصلاح ممكن تتأثر على الرؤية القانون الإطار والخروج عن القانون الإطار وش هي في إطار دعم هذا التصور الذي جاء به القانون الإطار ولا يمكن أنها تخرج عليه كيفما نتاقد السمالي قبل قليل ونراجعوا لهذا الموضوع الذي نسل لغويا نتكره معه السعب نصر إذا سمحت قبل الإجابة عن هذا السؤال أريد أن أتفاعلها مع بعض العناصر التي وردت في تدخل أخوين السي محمد والسي خالي السمالي مسألة فشل الإصلاحات فشل الإصلاحات طبعا الفشل أو الحكم على إصلاح بالفشل يقتضي أن نحدد ما هي أهداف للإصلاح وهل تم تحقيق هذه الأهداف أم لم تتحقق وجميع الإصلاحات التي يعرفها المغرب كانت لها أهداف تتأرجح بين عنصرين العنصر الأول هو تعميم التعليم والعنصر الثاني هو تحسين جودة التعليم فيما يتعلق بالعنصر الأول يمكن أن نقول بأننا نجحنا في تعميم التعليم على الأقل على مستوى التعليم الابتدائي ثم تقريبا على مستوى التعليم الإعدادي لم نصل بعد إلى التعميم ولكن نحن في طريق التعميم لكن على مستوى الجودة جودة التعليم تبقى الإصلاحات التي عرفها المغرب منذ الميطاق الوطني إلى اليوم لم تنجح في تحقيق هذا الهدف الدليل هو مشاركة المغرب مثلاً في تقيمات الدولية مثل تيمس وبيرلس عدد تلاميذ المغرب الذين يتحكمون في الكفايات التي يحددها المنهج حتى البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات الذي تسهر عليه الهيئة الوطنية لتقييم المجلس الأعلى بإضافة إلى وزارة التربية الوطنية يعترف بهذا الفشل في تحقيق الجودة التعليمات وحتى خارط الطريق التي نحن اليوم بصدد تفعيلها بنيت على هذه الفرضية فرضية فشل الإصلاحات في تحقيق جودة التعليم وكون المدرسة المغربية في أزمة فهذا تشخيص متقاصم اليوم بين جميع الأطراف المعنية بالتعليم وبالتالي أعتقد أنه ينبغي أن نقول أن هناك اليوم أزمة المدرسة في أزمة وينبغي أن نشتغل على تحسين الظروف المواتية لكي ننتقل من هذه الوضعية إلى وضعية أفضل السألة الثانية بين المرجعيات الإصلاح والسياسات العمومية الأدات الأساسية لتفعيل السياسات العمومية في أي مجال هو البرنامج برنامج الحكومي هذا البرنامج الحكومي أعتقد أنه بعد القانون الإطار ينبغي تقييد البرنامج الحكومي بالقانون الإطار لا ينبغي اليوم أن يكون هناك برنامج حكومي وأن الحكومة تكون حرة في وضع برنامج حكومي يكون إما متناقض مع القانون الإطار أو على هامش القانون الإطار أو لا يطبق كل ما جاء في القانون الإطار بما أن اختيارنا اختيار الدولة المغربية هو أن نمتتل لقانون الإطار والذي يحدد مرجعيات الإصلاح ينبغي على الحكومة هي أيضا أن تمتتل من خلال البرنامج الحكومي بهذا القانون الإطار وعلى البرلمان هو أيضا أن لا يصادق على البرنامج الحكومي إلا باستحضار القانون الإطار وذلك أعتقد أنه مسألة مهمة جدا بالنسبة للإصلاحات التعليم في المغرب نصل إلى مسألة التمويل التمويل وأربطه أيضا بالقانون الإطار لأن السؤال بالحق يذهب في هذا الاتجاه هناك قولة معروفة تقول أن من يمول هو الذي من يملي القرارات لأنه عنده هذا الفلوس كي يحتخص ويعرف هذا الفلوس في المشهد هذه المسألة يمكن أن تقيد حرية الفاعل الحكومي في توجيه الإصلاح في اتجاه معين وأخشى أن الإصلاحات التي تمولها أطراف دولية أن تكون لها أجندات أخرى أجندات مختلفة عن الأجندات الوطنية تريد أن بغي الحذر من هذه المسألة وأعتقد أن القانون الإطار والرؤية استراتيجية قبله انتبهت إلى هذا الأمر عندما طرحت مسألة التمويل من خلال صندوق صندوق إصلاح المنظمة وهذا الصندوق في قانون المالية أعتقد 2021 أو 2020 تم التنصيص عليه وتم وضع بعض الموارد المالية في هذا الصندوق لكي ينطلق لكن بعد 2021 لم نرى أثر لهذا الصندوق صندوق يظهر في قانون المالية كل سنة ولكن في إطار ما يسمى بالتذكير بمعنى أنه لا يوجد أي تمويل جديد في إطار هذا الصندوق ولا أدري لماذا الحكومة تخلت عن هذه الآلية في تمويل خاصة وأن آلية الصندوق هي كانت الآلية الأمثل لكي نستقطب أموال ليس فقط من الدولة ولكن أيضا من الجماعات الترابية أيضا من القطاع الخاص وأيضا من تعاون الدولي وهذه المصادر الثلاثة هي مصادر مهمة كان يمكن أن تساعد على تمويل هذه المشاريع التي تعتبر مشاريع رائدة بالنسبة للحكومة وأنها مشاريع يمكن أن تساعد في تحسين المدرسة المغربية على المدى المتوسط وربما على المدى البعيد الشيء آخر هو أنه لو كان عندنا هذا الصندوق كان ستسهل المحاسبة هذا الصندوق سنعرف موارده ونعرف مصارفه وبالتالي ممكن أن نحاسب في إطار ثم مسألة أخرى كان ستدفع القطاع الخاص بدل أن يمول مشاريعه التعليمية بين قوسين ويدهب في إطار تضخيم التعليم الخاص سيتجه نحو تمويل مدرسة العمومية من خلال هذا الصندوق الذي أحدثه القانون الإطار مع الأسف لن نذهب في هذا الانتجاه وهذه من تمظهورات الكبرى للنزياح الذي تم عن القانون الإطار بحجج أعتقد أنها حجج لا تساعد حتى من فكر فيها في الدفاع عن تصوره في النزياح عن القانون الإطار وأعتبر أن الحجج يمكن تلخصها في حجتين حجة الأولى هو أنه بعد الرؤية استراتيجية جاء النموذج التلموي النموذج التلموي الجديد وأن هذا النموذج التلموي من ضمن أمور التي نص عليها هناك أمور تتعلق بالتعليم وبدل أن نركز على القانون الإطار نركز على النموذج التلموي أعتقد أن هذه حجة وهي لأن النموذج التلموي ما جاء فيه لم يخرج عن الرؤية استراتيجية بل أنه اختزل الإصلاح في بعض النقط ولم يأتي بتصور شامل لإصلاح المنظوم التربوي وكان أحرى بالفاعل السياسي أن يعود إلى الرؤية استراتيجية والقانون الإطار بدل أن يتوجه نحو نموذج التلموي والحجة الثانية هو أن القانون الإطار هو مصار طويل وأن الانكباب على تحويل القانون الإطار إلى نصوص شريعية ونصوص تنظيمية سيأخذ الكثير من الوقت وبدل أن نركز على تحويل هذا القانون الإطار إلى نصوص شريعية وتنظيمية لنشتغل في الميدان ونشتغل ونركز على المؤسسة التعلمية وهذا يفسر ما جاء في خريطة طريق التي ركزت على تولاتية تلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية ولكن حتى هذه الحجة لا تستقيم لأنه لا يمكن التركيز على المؤسسة التعليمية دون أن نصلح ونصلح محيط هذه المؤسسة التعليمية ودون أن نركز أيضا على باقي مكونة المنظومة التي إن لم تصلح لم تصلح المؤسسة التعليمية وأعتقد أن هذا خلل في تصور الإصلاح لن يمكنه من البلوغ الأهداف التي جاءت في القانون الإطار شكراً سيد بنصر سوف نتناول مع السيد سيد سمالي الموضوع الذي تقطه بالنسبة للتمويل الفرنسي لتدريس اللغات والتدريس باللغة الفرنسية لتدريس باللغة الفرنسية والتدريس باللغة الفرنسية ولكن من التنجر جعله تجربة التي كنت فيها في الحكومة سوف نرى بأنكم تبلي وقعتوا على اتفاقيات مع وزراء فرنسيين بالنسبة للتدريس باللغات الأجنبية ولكن عملياً كان معروف بأن الفرنسية هي التي سيكون بالتدريس المواد العلمية وليوم تنتقدون هذه القضية للتعامل الفرنسية وكان فيها نقاش وجدل هذا الموضوع كيف ترون اليوم تنصيص على مسألة التداول والتناوب اللغوي كيف ترون اللغة الفرنسية ولكن لماذا لغات أخرى لغات أخرى بدرجة أقل شكراً جزيلاً أولاً أنك يظهر لي الموضوع هذا لي الهندسة اللغوية ينبغي أن يوضع ضمن إطاره العام وهو القانون وقد أشار إلى ذلك محمد وإستعاد الناصر إلى أن هناك إشكالات حقيقية في تنزيل مقتضية القانون وأنا أشرت إليها إشارة خفيفة جداً الآن يمكن أن ينفصل أكثر إذا رجعنا للهندسة اللغوية كما هي منصوص عليها في القانون الإطار 51-17 سواء في التعريف أو في المقتضيات التنفيذية التي جاءت من بعد في المواد 32 إلى 34 سنجد أن المشرع أعطى أحد المساحة للمدرسة المغربية لكي تتفاعل مع التحولات التي يمكن أن تطرأ في الموضوع للهندسة اللغوية التالي لم يحدد لغة بعينها وأنا لازلت أذكر أنه كان نقاش قوي جداً في المجلس الأعلى للتربية والتكومي والعلمي بل حتى في البرلمان بضرورة التنصيص على اللغة الفرنسية بعينها في تعريف التناوب اللغوي فكان الرد دائماً على كل حال من زاوية التدبير الحكومي أن المغرب يمكنه أن ينتقل إلى اللغة الأنجليزية مدام أن الدستورية تحدثت عن اللغات الأكثر تدولة فكان هذه الحجة التي تم بسطها حتى نعطيها حتى يكون للمغرب ليس حتى نعطيها حتى يكون للمغرب على الأقل وحد نوع من الحرية في تدبير الهندسة اللغوية بحسب حاجاته التنموية والاقتصادية والاجتماعية وعلاقاته الدولية وما يرتبط بذلك وهذا هو الذي يفسر على ما تمشي تنصيص على لغة بعينها من اللغات الأجنبية لا خلي دبع عملية نحن نتكلم دبع في إطار القانون أما نقل القبيلة على أنه المجلس الأعلى هذا ليس كلامي المجلس الأعلى للتربية والتكلم باحت العلمي وهو يبدي رأيه في المرسوم المحال إليه بخصوص الهندسة اللغوية يقول بالحرف أن الهندسة اللغوية المطبقة في المنظومة التربوية غير مؤطرة بالقانون لكي تكون القضية عندنا واضحة إذن ما يجري الآن هو خارج القانون ما عنده علاقة بالقانون بصفة نيائية لكي لا يقعش واحد نعمل الخلط لأنه ساد واحد وقت طويل تسمية قانون فرناسة التعليم وقانون فرناسة التعليم وغير ذلك وهذا ليس صححاً بدليل هذا التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى نفسه ليس فقط الفاعلين هذا من ناحية ثم إن الهندسة اللغوية هي هندسة متكاملة فيها اللغات اللغطانية العربية والأمازيغية وفيها اللغات الأجنبية الأكثر تدولاً وفيها مسارات تنزيل اللغة وقت ما ستبدأ وما ستبدأ في البتدائي وما ستبدأ في الإعداد إلى آخره ثم هناك مخرجات للغة مثلاً التلميذ في الباكالوريا يمكن تكلم على القانون الإطار ينبغي أن يكون متمكناً متقناً للغة العربية متمكناً من الأمازيغية ومن لغتين أجنبيتين على الأقل هذه المخرجات لا أبداً بصفتي النهائية لماذا؟ لأنه تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية يبدأ مع المشروع للباكالوريا الدولية 2012-2013 واستمر واستمر ويتم الآن تنزيله وتعميمه وإلى جاء القانون الإطار يمكن أن نقول كذا بهذه العبارة جاء القانون الإطار بش يمكنه ينقذ ما يمكنه إنقاذه لأول مرة كنت نقول هذه العبارة ويرد المنظومة التربوية المغربية إلى مقتضيات الدستور معك من الأسف النقاش اللي تم في الموضوع مشاء خارج هذا الشيء وكنا دائماً تنقلوا يودراء الهندسة اللغوية خارج القانون الإطار وبعد ذلك قالها المجلس الأعلى للتربية يعني من مباشرة إذن المجلس يقول لابد من عودة الهندسة اللغوية في المنظومة التربوية إلى جادة القانون جاء السي بن موسى وبشارنا كوننا نزلوا الأنجليزية ونعمها ونشتغلوا عليها وكذا إلى آخره إذن قلنا هذا هو المطلوب في القانون الإطار ربما هذا من تطبيق المقتضيات فإذا بنا نفاجأ بأن هناك اهتمام خاص باللغة الفرنسية تدريساً كلغة مدرسة ولغة للتدريس بها بوحد المبلغ بالنسبة لي ليس شيء كبير شيء ضخم كما سميته هو مليار ديال الدرهم وهو قرد ونصف مليار تقريباً وهو منحة وتخصص لتدعيم تدريسي اللغتي الفرنسية أنا كنفهم على أنه هذا المبلغ هذا يمكن يكون منحة كله ما دم أنه سيخدم بلغة فرنسية أو نفهم مثلاً أنه الحكومة توقع اتفاقية لتدعيم تدريس اللغات في المنظومة لتدعيم تنزيل الهندسة اللغوية في المنظومة التربوية بالمنظور دياله الشمولي يعني الفرنسية الإنجليزية العربية الأمازيغية إلى غير ذلك نعطيك معطى آخر لو يعني ما خصت الحكومة الآن لتأميم تدريس الأمازيغية كلغة وطنية يعني هناك مبالغ مالية مهمة جداً لتأميم تدريس الأمازيغية وهذا محمود هناك قروض دولية لتدعيم تدريس اللغة الفرنسية كم خصصنا لما تحدث عنه القانون الإطار من تهيئة اللغة العربية وتستطويرها من أجل التدريس بها وكذا إلى آخر سيفر ديرام هذا إشكال حقيقي السبب هو أننا نتعامل مع هذا المنظور بانتقائية وبحسب على كل حال ربما منظور محدود جداً في ملف محدود جداً في غياب المنظور الشمولي النقطة الثانية ضمن نفس الجواب الإصلاح منظومة منظومة متكاملة وبالتالي أنا أقول لك من زاوية الاتصال محدد مهموع من الزملاء العاملين في الميدان من أسباب الهضر المدرسي الكبير الآن في البتدائي والإعدادي الإعدادي على وجه الخصوص خاصة في المناطق الشفى الحضرية والقراوية هو تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية وبالتالي أنا كنقول الدولة كخصة تدير واحد نوع من تقييم لهذه السياسة وترجع بها لجدة القانون الذي يتحدث ماذا هو السبب؟ السبب هو أن القانون الإطار قلت تنوب اللغوي سيدخل حيث تنفيذ بعد مرور ست سنوات من صدور القانون الإطار هذه ست سنوات تخصص لتهيئ المتعلمين في اللغات المدرسة بها وتعيين المدرسين والآخرين هذه ست سنوات لم تحترم وإذن في المحصلة كنقول الهندسة اللغوية كما قال المجلس خارج إطار مقتضاية القانون ولا يتوقع منها إلا أن تأتي بهذه النتيجة وتلمد أننا اليوم ليس مفاجئ أنهم يكونوا ضعاف في العربية وضعاف في الفرنسية فبالأحرايد الرسو بها وبالتالي سيكونوا ضعافا في المواد العلمية والتقنية والحل في تقديري هو العودة إلى جدة القانون مرة أخرى والعناية بالهندسة اللغوية برمتها وفي شموليتها دون هذا المنطق الانتقائي اللي بدنا تنشوفوه الآن في مجموعة من الملفات مع كم الأسف شكرا سيسا ماذي سيسا ماذي سيسا محمد أدريك الموضوع التدريس الفرنسية في المرصد تابعتو أنه التدريس المواد العلمية في الفرنسية وشفعل تقدل هذا المدرسي خاصة في الإعداد وهذا القرار الذي نزياح عن مقتضاية القانون الإطار والتقويل وكما قال سيسا ماذي التقائية في التعامل معها ما الذي يوقفوه ما الذي يوقفوه ما الذي يوقفوه هذا الأمر أو ما هو الخلفية هذا المتطبق القانون الإطار كما صدق عليه يعني البرلمان وصدره في الجدارة طيب دعني أذكر بأن الوضع اللغوي في منظومتنا التربوية عموما مقلق بحيث نلاحظ أن أغلب متعلمين أو متعلمات لا في التربية الوطنية ولا حتى في التعليم العالي لا أعمم ولكن أقول أغلبية لا يتقنون لا عربية ولا فرنسية ولا إنجليزية ولا حتى الدارجة المغربية حيث أنه يمكن تطرح السؤال يمكن أن تطرح السؤال بالدارجة على تلاميذ ولا يجيبون هذا أمر مرتبط بالتربية الأولية التي تطرقها الفرد داخل المجتمع ومرتبط كذلك في اعتقادنا متواضع بالثقافة السائدة في المجتمع يمكن مقارنة بسيطة لاحظ أنه تمت فرقا كبيرا بين مواطن مغربي مغاربي حتى الجزائر جزائر من خصوص مواطن مغاربي في المغرب أو الجزائر إذا ما قارنناه بمواطن مشرقي فستجد أنه كبيرا بين تعبيرات المغربي أو الجزائري وتعبيرات المشرقي حيث أنه الخيال الإدراكي للوسط حيث أنه لا طلبناه موحد مغربي إذا طلبناه منه أن يصف لنا هذه القاعة سيصفها بجملة أو جملتين وسيتوقف أما المصري أو السوري أو اللبناني سيصفها بعبارات متعددة هذا رجع للتربية الأولية التي تلقاها داخل المجتمع داخل الأسرة وداخل المجتمع رجع كذلك إلى تأثيرات سلبية للإعلام المغربي حيث نجد اليوم أن وعند عيشنا لسنوات مضت واليوم كذلك أن إشهارات متعددة بالدرجة بل بدأت إذاعات بعض لأنها قليلة ولكن بالدرجة وهذا يجعل متعلم في حيرة من أمره الأمر الآخر وأن أن المسألة المسألة اللغوية في اعتقادنا في المرصد يجب أن تحلى بطريقة أولا قانونية وثانيا يجب أن نستثمر قدرات الفرد المغربي في اكتساب اللغات الأخرى بحيث نجد بعض الناس ولو أنهم لم يلجوا قط المدرسة لكنهم يتعلمون الألمانية والإنجليزية والإسبانية وغيرها وهذا قد يدفعنا إلى يعني إلى طرح ضرورة تفكير في تقسيم جهات المغرب إلى جهات حسب يعني تتعلم اللغات مثلا ممكن أنا في تصور يعني لأنها وجهة الشمال مثلا تكون اللغة الثالثة بعد الأمازيغية والعربية هي اللغة الإسبانية وجهة مثلا الضر البداية الإنجليزية وهكذا يعني حتى الألمانية اليوم والصينية اليوم هناك طلبة في مجموعة كبيرة من طلاب طب والصيدلة في سنتهم الثانية أو الثالثة يبدأون تعلم اللغة الألمانية من أجل في مفارقة البلاد والذهاب إلى ألمانيا من أجل التشجير في الطب والصيدلة هناك لذلك المسألة اللغوية مسألة أساس في جعل المنظومة في جعلها جيدة و تستجيبوا لمتطلبات التطور الذي نعيشه اليوم في المغرب لا بد كذلك من أن نشير إلى أن الحكومات متعاقبة لا تخطئ مئة في المئة ولكنها لا تصيب مئة في المئة وما نعيشه اليوم في منظومتنا تباوية ما هو سلبي إلى ما هو إيجابي في تطبيق مقتضيات القانون الإطار خصوصاً أتذكر جيداً أنه أن جلال الملك حينما دعا إلى إعداد قانون الإطار كان الهدف هو أن نبتعد عن الارتجارية وعن وعن منطق الحزبي أو تدبير سياسي للمنظومة لأن تكون لنا خارطة الطريق مؤثر بقانون إطار يدبر المنظومة من بداياتها إلى المصار الذي ستتقده أخذ بالاعتبار تطورات اليومية والسريعة التي تحدث في هذه المنظومة وحينما دعا إلى ذلك باعتقادي سياسياً أي أن جلال الملك دعا الحكومة إلى أن تجعل من المنظومة من يدبرها حتى أقرب رأي العام من ما أريد أن أقول أن تكون مدبرة بوزير سيادة وليس وزير يفكر بمنطق حزبي ضيق يعني وزير سيادة بالمنطق الذي يقول أنني أتحمل المسؤولية بقانون إطار حزبي لا وإن كان حزبياً فإن تدبيره القطاع يجب أن يكون داخل ما سن له القانون إطار أي بمنطق وطني يعني ماشي الحزبي ماشي وطني لكن ما فيش نغير هذه لأنه نحن مقتنعين وهذا قانون إطار يؤثر كل القرارات التي تدبر المنظومة من الأول إلى العالي وهذا مع الأسف وأمر غير مفهوم لماذا توقفت أو لماذا الحكومة تأخرت في التفاعل مع مقتدى القانون الإطار ليس لدينا جواب في المرصد وأعتقد أن الحكومة لم تقدم جواباً شوف هناك مؤتر يوم لا يختلف فيه اثنان عقلاً ولا اللغة الفرنسية اليوم تعرف تراجعاً قوياً وكبيراً في كل الدول الفرنكوفونية واللغة الفرنسية اليوم ليست لغة العلم كما كانت في سنوات الاستقلال وقبلها وبعدها اليوم اللغة الفرنسية في تراجعين ملحوظ وحتى فرنسا تدرس في جامعاتها ومؤسساتها التربوية بالإنجليزية اليوم بل وهذا أمر قلت في قناة فرنسية بعلواء مباشرة بل إن وزير أول مسؤول في فرنسا دعا الفرنسيين إلى تعلم الإنجليزية لأنها هي لغة العلم هذا أمر مسجل اليوم اللغة الفرنسية لا أقول يجب أن نعدمها في منظومتنا وفي حياتنا لأن المغاربة كبروا معها ولكن يجب سياسيا أن تتم مراجعة الأمر في مسألة أنا الذي أخاف منه من خلال ما تم من توقيع العقد لأنه إلى الفرنسية أخذت الإعداد فمعنى أخذت المرحلة الحرجة التي يمر من الإنسان في تعلم فرنسية فلا أفهم كيف سيتم تعليم الأنجليزية في الابتدائي تدريجيا وقد بدأت هذا أمر يشجل بإيجاب لهذه الحكومة ثم ننتقل في الإعداد الفرنسية ومن بعدها في التانوي ما أعرفش رجاء وهذه رسالة مباشرة لصيد رئيس الحكومة وللوزراء المعنيين رجاء عدم واخذ الأمر بجدية كبيرة لأنه لغة تدريس أساس في تكوين المواطن الذي يؤمن بقضايا وطنه ويرتبط بأرض وطنه ويقتنع بأن المواطنة حقوقه واجبات لا يجب أن نعبتها بمسألة اللغوية في العملية التعليمية شكرا أستاذ بأسر السباق لكم في جمعية أمك لقدرت دراسة حول تقييمية لتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية ومن تقدم لنا خلاصة ديالها الدراسة وكيف كانت تأثير تأثير ديالها على جودة التعليمات بالمسبة للتلاميذ كان بمقدار ثلث قبل الرؤية استراتيجية وأصبح بمقدار ثلثين بعد الرؤية استراتيجية معنى أن التلميذ المغربي في التعليم الإنزامي يتشبع باللغة الفرنسية أكثر من لغات بلده أكثر من اللغة العربية وأكثر من اللغة الأمازيغية وبالضعفين وهذا طبعا سيؤثره في تكوين أجيال هذا الوطن في المستقبل بالإضافة إلى ذلك فاللغة الفرنسية يجنى أنها غريبة عن وسط الاجتماعي المغربي خاصة في الأوسط الفقيرة أو الأوسط يعني الأسر المتوسطة فعندما يذهب التلميذ المغربي من وسطه الاجتماعي وتحقب المدرسة فيصطدم بلغة غريبة عنها وهذه اللغة لا يستطيع تعلمها في وقت وجيز وبالتالي عندما ينتقل بعد عامين أو ثلاث سنوات لكي يدرس مواد علمية باللغة الفرنسية فهو لا يتحكم لن يتحكم في هذه المواد الدراسية بحكم أنه لا يتحكم في الواسط الذي بواسطته سيتعلم هذه المواد وهي اللغة اللغة الفرنسية بالإضافة إلى ذلك فالدراسة التي أشرت إليها سي عبد الحاق قامت بمقارنة دولية ووجدنا بأن الدول المصنفة العشرين الأولى في العالم في تقييمات الدولية سواء في تيمس أو بيرلس أو حتى بيزا هذه الدول تدرس بلغاتها الرسمية في المواد العلمية والتقنية لا تجد أي دولة من هذه الدول تدرس في منظوماتها التربوية بلغة أجنبية هناك مبدأ عالمي هو التراتبية ما بين اللغات الرسمية أو الوطنية واللغات الأجنبية في المنظومة التربوية هذه التراتبية تتجلى في أمرين الأمر الأول هو الوقت الذي نتعلم فيه اللغة لا يمكن أن تتعلم في هذه الدول لغة أجنبية قبل اللغة الرسمية ولا بالتزامن معها وهذا طبعاً يخالف ما يوجده في المغرب المسألة الثانية هو المدة الزمنية التي تخصص للغات الأجنبية في المنظومة التربوية دائماً تجد أن المدة الزمنية مخصصة للغات الرسمية هي أكبر من اللغات الوطنية والتالي تجد هذه الدول كلها تدرسوا باللغات الرسمية المواد العلمية بما في ذلك دول صغيرة جداً صغيرة الحجم ولغاتها غير موجودة في المشهد الدولي المشهد اللغوي الدولي أتحدث عن فنلندا أتحدث عن إسلندا أتحدث عن إسطونيا دول صغيرة جداً لا تتجاوز يعني عدد سكانها لا يتجاوز خمسة ملايين ناس ما وتجد أنهم يحافظون على لغاتهم ويعتزون بهذه اللغة ويدرسونها في منظوماتهم التربوية الذي وقع بالنسبة للمغريب هو أننا عبر التاريخ المنظومة التربوية هناك توابط وهناك متغيرات في التعامل مع الموطن اللغوي وفي التصور اللغوي أو السياسة اللغوية إن شئنا في منظومة التربوية تابت مع الأسف في هذه الإصلاحات هو أن اللغة الفرنسية تبقى مهمة وكأن اللغة الفرنسية هي التي ستنقض المنظومة التربوية وتنتشلها من أزماتها في حين أنها هي التي كرست أزمة هذه المنظومة التربوية عبر السنين أما المتغير فهو بالنسبة للغات الأخرى اللغات الرسمية تجد أن مرة نعرب يعني نعتمد تعريب ومرة نتنازل أو نلغي أو نتراجع عن سياسة التعريب بالنسبة للغة الأمازيغية همشناها لمدة سنوات ثم اليوم نتحدث عن اللغة الأمازيغية بما أنها اللغة الرسمية التانية بالنسبة للبلاد ولكن مع الأسف هي أيضا مهمشة لحد الآن بحيث أن نسبة تلاميين المغاربة بل الذين يدرسون اللغة الأمازيغية لا تتجاوز خمستاش في المئة يوم بعدما كان تسعة في المئة هذه السنتين الأخيرة خمستاش في المئة وهي منتشرة في بعض المؤسسات بمدة زمنية قليلة جداً نتحدث عن اللغة الإنجليزية كلغة جديدة نريد أن نعممها في الإعداد بعدها في أفق ألفين وستة وعشرين ولكن حتى هذا التعميم في الإعداد بمعدد ساعتين في الأسبوع لن يمكن المتعلم الخريج تعليم الإعدادي أن يتحكم في اللغة الإنجليزية لأنه بالمعيار الدولي تحكم في اللغة الإنجليزية لكي تدرس بلغة يجب أن تصل في المعيار الدولي ما يسمى ببي 2 الآن في اللغة الإنجليزية بساعتين في الأسبوع لن تتمكن بالوصول إلى هذا المستوى وبالتالي لن نراهن على انتقال باللغة الإنجليزية إلى مرحلة التدريس بها في التعليم التلاوي التأهيل وبالتالي ستستمر في نظريف مستقبل هيمنة اللغة الفرنسية وسنستمر في هذا مع الأسف في هذه المجافات القانون الإطار ومجابه في مختلف المكونات المنظومة الترباوية وخاصة اللغة بعدما نتحدث السؤال هو يتعلق باللغة بمشهد اللغوي في المنظومة الترباوية مع الأسف ليست لدينا سياسة لغوية واضحة اليوم أتحدث عن التطبيق وليسا عن التصور التصور فيه سياسة لغوية ولكن على مستوى التطبيق لا توجد سياسة لغوية واضحة شكرا سياسة سماد أظن الوقت يداهم بقية بدعة دقائق سأسئلة بشكل مركز سمادي أنت كنت في موقع المسؤولية والذي يكون في موقع المسؤولية ليس من خارج المسؤولية بالنسبة للإصلاح للتعليم ما هي الإكرهات والعوائق التي يواجهها المسؤول من موقع وكوزير لكي يقوم بإصلاح معين في المنظومة التي ليست سهلة في التعليم من خلال جربتك الشخصية قدرت في التدوير المنظومة عشر سنوات كمستشار مع رئيس الحكومة الأول ثم رئيس الحكومة الثاني مكلف بقطة التربية والتكومية بالبحث العلمي أي عملية التنسيق بين القطاعات الحكومية كلها ذات صلة منظومة التربية والتكومية بالبحث العلمي ثم طبعا تحمل المسؤولية الحكومية لفترة معينة في قطاع التعليم العالي نقدر نقول لك على أنه حينما تكون الرؤية واضحة من ناحيته من ناحية المسؤول يعني هو ابن ابن القطاع ويعرفه جيدا نشار سيدرويش إلى العمال المهم والخبرة الكبيرة جدا في العمل الحقيقة العمل النقابي في إطار نقابة وطن التعليم العالي وقبلها في نقابة في التعليم التانوي هذا الجزء هذا تظهر لي مهم جدا في معرفة الملفات مباشرة حينما تتولى المسؤولية تعرف ما هي الأولويات وما هي الإشكالات ماشي بحال مثلا وحد الوزير كي يجيل واحد القطاع ربما من خارج المنظومة وبالتالي قد يستغرقوا اقتا طويلا جدا وزمن الحكومي قصير قد يستغرقوا ربما سنة سنة ونصف سنتين مش عرف بالضبط أشنا هي الأشياء ذات الأولوية إذن هذا الأمر الأول الأمر الثاني هو تحمل المسؤولية بعد صدور رؤية استراتيجية 2015-2030 معناه وقد كنت عضوا في المجلس الأعلى التربية تكون محتل العلمية وأسهمت في وضع هذه الرؤية استراتيجية إذن بالنسبة لي الأولويات كانت واضحة وبالتالي ما كانش عندي حاجة إلى أن أبحث هنا وهناك عن إشنا هي الملفات الأساسية وإشنا هي الملفات الفرعية إلى غير ذلك فلذلك أنا أعتقد أنه أي مسؤول تولى هذا القطاع أو أي قطاع آخر خاصة قطاع التربية الوطنية وتكون مهنية التعليم عن البحث العلمي سيجد أمامه خارطة الطريق واضحة بالتالي سوف لن يضيع الزمن المشكل لشارليس المالكي رئيس المجلس في أول كلمة له افتتاح المجلس الجديد سأتكلم عن إشكالية التراكم المفروض أن يكون هناك تراكم وفي عضوية المجلس كان لابده أن يكون هناك تراكم لأنه أنا لاحظت على أنه أعضاء المجلس الأعلى التربية والتكوين البحث العلمي كلهم ناس أولاد خبرة عندهم خبرة عندهم جربة عندهم كذا لآخره ولكن في كل المؤسسات من يضمن الاستمرارية واحد لنويو واحد نوات صلبة من الخبراء أو من المسؤولين الذين سايروا أو أعدوا الرؤية استراتيجية اشتغلوا على القانون الإطار إلى آخره حتى يضمنوا عملية الإنسيابية في اتخاذ القرارات فلذلك أنا في تقديري لا بد أن نعود إلى وحدة المنظومة لأن الآن تكون المهني موقعي نجتمع عليه التربية الوطنية تتشتغل بأجندات خاصة بوزارة التربية الوطنية تعليم العالي نفس الشيء كما قلت اللجنة الوزارية التي رأسها رئيس الحكومة لا تنعقد بشيء طبيعي على أنه تكون هناك يكون هناك واحد نعملها درس سمح لي لا تكلمت على هذه النقطة ناتيج عن عدم الحكامة والالتقائية في تدبير المشاريع ذات الصلاة مش عاجز منها منظومة التربية التحول الكبير وانتقلنا من إصلاح التعليم في السابق إلى إصلاح المنظومة إذن ينبغي أن نسير في اتجاه إصلاح المنظومة النقطة الأخيرة التي نبغي أيضا نذكر بها ونركز عليها وكنت قد نعقفها على السي الناجي وعلى الأستاذ فيما يتعلق بالهندسة اللغوية ورجعت لها مرة أخرى الهندسة اللغوية قطعت في القانون قطعت مع الأحادية اللغوية في تدريس المواد العلمية والتقنية لا، أن اللغة العربية هي اللغة الأساس للتدريس اللغة الوحيدة المنصوص عليها في القانون هنا لغة أساس للتدريس وفي تعريف التنوب اللغوي تقول تدريس المواد العلمية والتقنية بلغة أو بلغات أجنبية إلى جانب اللغتين الرسمية إلى الدولة لا كان لغة أحادية اللغوية بصفة نهائية في القانون الإطار فإذا لك أنا أخشى أن يكون هذا القرض هو بحل 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 سميته بعض الصحف سميته أنجليت صوفت عاج يعني هناك بوادر فشل فرض تدريس المواد العلمية والتقنية بفرنسية إذن حالي لجاء هذا القرض ليس يعود أن ينقذ ما يمكن إنقاذه ولكن في تقديره هذا ليس شيء هو المسلك المسلك هو اللقاس لمحمد لابد من هندسة لغوية متكاملة بدلوا فيها الناس في مجلس مجهود كبير جدا نقشت في البرلمان وراكم تبعتوها كوسائل إعلام النقاش القوي جدا اللي كان حول لغة التدريس حول المجانية والتمويل هذه القضايا اللي طرحت الآن كلها وكان نقاش في تقديري صحي مهم جدا تبدلت فيها أفكار ورؤا وتدافعات وصراعات وغوات إلى آخره كله كان ولكن كان كله في مصلحة الوطن من أجل إعداد قانون إطار يقطع كما قال جلالة الملك مع الإصلاح وإصلاح الإصلاح أنا الأوان في تقديري أن نعود إلى جادة القانون حتى لا نضيع مزيدا من الوقت ونحن في منتصف المدة الزمنية للرؤية استراتيجية سيد الويش من إضافة ممكن نضيف لنا في هذه النقطة هنا أشياء كثيرة في حقها لا تكلمش عليها من التعليم الخاص ولكن من نسبة التعليم الخاص لأنه حتى هو فيه التنصيص على مرسوم لتحديد الأسعار وجمجيس منافسة قلبنا ونقطع تنافسي من كيف تخرج فيها مرسوم والحكومة تامدت هذا الرأي هذا وقررت أنها تخرج شهر المرسوم لحد الآن هذا موضوع في حقيقة خاصة جلسة خاصة ولكن في نهاية هذا اللقاء يعني ماذا رأيك واذا نبقوا دائما كنظروا في هذه الحلقة المفرغة للإصلاح التعليم يعني متى يعني تستقر المنظومة على واحد رؤية ثابتة يكون عليها إجماع من حيث التصور ومن حيث التطبيق لأن الآن لدينا تصور ولكن من حيث التطبيق شيء آخر أعتقد أن مشكلتنا في التدبير العمومي هو أن بعض الذين يتحملون مسؤولية يخطئون التقدير في تنفيذ البرنامج سوء الحكومي أو في تنفيذ مقتضايات ما يمكن أن نسميه بالاتفاق الذي يتم إما تنفيذ القانون أو لا مغير تنفيذ القانون لأنه الإنسان الذكي المدبر الذكي هو الذي يعرف أن يوازي هو الذي يتمكن من أن يوازي بين سياسة العامة للدولة في قطع من القطاعات وبين خارطة الطريق التي يضعها في بداية مشواره وبين الذين المعنيين بالمنظومة حيث إذا لم يكن المسؤول قادرا على إقناع الجهة التي ينتمي إلى طرف الحكومي وغير الحكومي وجهة المعنيين بالمنظومة من أساتذة وإداريين وتلامذ وطلبة حينما يكون هذا الشرخ فإن آنذاك يمكن أن نتحدث عن الفشل في تنفيذ مقتضايا أي برنامج لماذا أقول هذا الأمر؟ لأنها مسألة الثقة بفتاح أساس لكل تدبير للقضايا الوطنية حينما تفتقد الثقة بين الأستاذ والعميد أو الأستاذ والرئيس والأستاذ والوزير أو الأستاذ ومدير الأكاديمية أو مدير إقليمي أو مدير مؤسسة تربوية فعلم أن كل محاولة إصلاح ستنتهي بالفشل وهذا أمر في اعتقادي أساسي في كل عمل سواء كان حكومي أو مدني أو حزبي أو ما شئت حتى في قلب الأسرة إن لم تكن ثقة ثقة يعني حينما تكون ثقة والقدرة على دفاع على أي نقطة من نقطة البرنامج هذا في اعتقادي المتواضع نقطة أساس يفتقدها بعد من يدبر قطاع المنظومة وقطاعات أخرى كذلك الأمر الثاني أننا في المغرب لا يمكن أن ننكر أو نتحاشى ذكر بأننا لنا أزمة في تمويل المنظومة المغرب ليس بلد نفط ولا بيترول ولا ذهب ولا غيره المغرب بلد قدراته في موارده البشرية والطاقات البشرية هي قوته لكن يجب أن يفتح هذا الملف ولا يمكن أن يفتح إن لم يكن عنص الثقة متوفرا بين كل مكونات الفاعلة من أحزاب سياسية ومدنية وحكومة وغيرها أنا لا أتردد في القول إن الأسر المغربية مستعدة لأداء جزء من كلفة منظومتنا التربية من الأول إلى العالم كما هو حاصل اليوم في القطاع في مجموعة من المدارس الخاصة والجامعات لكن أغلب الأسر المغربية لا تتقو في مؤسستنا الحكومية لذلك استعادة التقاة التعليم العمولي استعادة التقاة أمر أساس وإن اشتغل عليها القائمون على الأمر أعتقد أنهم سيكونوا دخلوا باب نجاحهم في مشروعهم الحكومة شكرا شكرا تيدرويش سعد ناصر كلمة أخيرة أعتقد أننا اليوم في مفترق طرق مفترق طرق فيما يتعلق بإصلاح المنظومة التربية هناك توجه للحكومة نحو تفعيل إصلاح يمكن أن أعتبره جديدا بالقياس مع القانون الإطار لأنه يختلف عن ما جاء في القانون الإطار هذا التوجه هو مختزل لما جاء في القانون الإطار نحن تجاوزنا منتصف الطريق كما قال السيسة ماضي اليوم نحن على بعد تقريبا ست سنوات من نهاية عمر رؤية استراتيجية ينبغي أن يكون التوجه واضحا هل سنستمر في هذا التوجه الجديد الذي ينقطع عن القانون الإطار أم سنعود إلى القانون الإطار إذا كان التوجه هو أن نستمر ينبغي أن تكون للحكومة الشجاعة أن تغير القانون الإطار لأن لها كل الصلاحيات ولها القدرة على التغيير لأن البرلمان كله في يد الحكومة ويمكن أن تغيرها في ضرف وجيز ولنا طبعا يعني سابقة عندما تم تغيير قانون الأكاديميات في ضرف يومين تريد أن يمكن أن نغير القانون الإطار في ضرف شهر لأن مولده أكثر من القانون الأكاديميات ولكن ممكن تريد إذا كان لديها تصور جديد للإصلاح مخالف لما جاء في القانون الإطار لتكون لديها الشجاعة لتغيير القانون الإطار ويمكن أن تطبقى في التصور الجديد للإصلاح التعليم الذي يعطي ضمانة قانونية للإصلاح وهي القانون الإطار والذي يحولنا عن النظرة التي كانت إبن الملتاق الوطني لكن مع الأسف اليوم عودنا إلى مرحلة الملتاق الوطني للتربية والتكوين بحيث يمكن أن نطبق الحكومة يمكن أن تطبق إصلاحات مخالفة للمرجعية الإصلاح إذن حان الأوان لكي تتضح الرؤية بما يتعلق بإصلاح المنظومة التربوية وأن يكون هناك توافق ما بين تابات المرجعيات وتابات سياسات العمومية أنا في نفس السياق من الإشكالات الأساسية في عدم تنزيل مقتضية القانون الإطار هو أن مجموعة من الملفات دات السياسات العمومية أحياناً يمكن أن تكون تحت دائرة البطلان من ناحية القانونية هذا هو يعني لا تريد أن نفتح الملف للنظام الأساسي في القطاع التربية الوطنية النظام الأساسي للأساسي في القطاع التعليم العالي إلى آخره هذه كلها جاءت مثلاً المفروض أنه النظام الأساسي للأكاديمية يتعدلش فيه مادة رأى نظام والقانون تقول أنه تديرها خص إعادة النظام في القوانين اللي يشار لها الأستاذ اللي يستاذي القوانين ما يمكن شيء ندير القانون دي التعليم العالي لما نخرجوا القانون سفر واحد سفرين لأنه يستندوا إليه حي لا بغيت تقولك نخرجوا واحد القانون جديد واحد النظام الأساسي جديد بنعلى قانون قديم في الصلاحية دي الجامعات في المهم دي الجامعات في المهم دي الأستاذة بتكون الآن رحنا دخلنا للجامعات الافتراضية ودخلنا للتعليم عن بعد ودخلنا لواحد العدد دي الأشياء متعلقة بالبحث العلمي واللي هي مرتبطة مباشرة بالنظام الأساسي للأستاذة إذن ممكن تغير نظام الأساسي للأستاذة بلما تغير القانون سفر واحد سفرين ممكن تغير نظام الأساسي دي الأستاذة في التعليم الثانوي كذا دون أن تغير القانون سفر سبعة دي الأكاديميات الجامعات الشريكة اليوم اللي هي خارج القانون سفر واحد سفرين لحد الساعة كلها يتم إنشاؤها بقوانين خاصة ما علاقتها بالقطاع دي للتعليم العالي الأخير في إطار الجميع ركونا كانت تكلموا واحد شكل كبير جدا على الجميع إذن أخشى أن تكون مجموعة من القوانين إذا بين القوسين شي متضرر مشاطعا أمام القضاء في مقتضية القانون يمكن أن يكون تحت دائرة البطلان لعدم وجود احترام تراتوبية القوانين وهذا طبعا بالنسبة لي الدور الكبير جدا للأمانة العمالية للحكومة اللي هي يخصة تكون حارصة بوحد شكل كبير جدا على تراتوبية القوانين ممكن أن شي مرسوم يستند إلى قانون قديم قصو يخرج القانون عادي خرج المرسوم وهذا من الإشكالات الأساسية التي سيطرحها تنفيذ القانون ويمكن يكون محل نزاعات كبيرة جدا مع النقاذات أو مع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين فيما يتعلقوا بتدوير القطاع هذه للتعليم بصفة عامة ثم رجاء أن تعود المنظومة إلى منظومة بمعنى تولي بحل كانت في السابق دغاكة لأننا اشتغلنا بوحد شكل في واحد نوع من الأرياحية والإنجاز اللي فيه وزارة واحدة مع قطاعات متكاملة تدبر نفس المنظومة ثم أنا في تقديري لابد من العودة إلى اللجنة اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنزيل الإصلاح لابد تعود مرة أخرى لإنعقاد بتنسيق السياسات الحكومية ذات الصلة بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وربما هذه الخطوة اللي يمكننا أن نرد بها القطار إلى سكة القانون الإطار شكراً سيد براشاً لكي كانوا لا حديث طويل حديث طويل حديث طويل حديث من الفات كثيرة لكي أخر نعم شاهدنا نعم هو لوكة هذه السنة بيتوب الحاكمة برزول الآن القانون الإطار يمكننا حلقة خاصة عن التأليم الخاص حلقة خاصة عن التأليم العبوع وما يتعلق الجميع الأفتراضي وما إلى ذلك ستقدموني أولاً للطلبة الباحثي الموجودين الآن في المدارس الأوليين أسأل في ذلك يتكونوا نعم وفي المراكز الجهوية ستصبح متأهد للحلقات مرجع مرجع نعم إن شاء الله نوثق هذا الآن أنا أريد أن أختصر مع كل أسف وهذه ملاحظة تهم وزراء تحملوا مسؤولية تدبيل القطاع بما فيهم وزراء اليوم أن الوزير الذي تحمل المسؤولية لا يبدأ من حيث يجب أن يبدأ لا يبدأ من حيث يجب أن يبدأ إن كان من أبناء القطاع فإنه لا يبدأ من حيث يجب أن يبدأ أما إن كان من خارج القطاع فتلك أمور تعقد سؤولية تدبيره اليوم لا في التربية الوطنية وفي تعليم العالي هناك تراكم مشاكل كثيرة جدا يمكنك تقول أي أستاذ في المغرية في ابتداء في الإعداد في التناوي في العالي وسيحكي لك ما لا قد يدركه المسؤول المدبير القطاع لذلك طبيعي أن الإنسان حينما يتحمل المسؤولية يجب أن يبدأ من البدايات حتى يفهم مكونات داخل الإدارة المركزية ثم ينتقل إلى خارجها شكرا إن شاء الله مع مجموعية مؤسسة أماكين إن شاء الله نضموا لقاءات أخرى كي نفعل لنا موادع كثيرة اللي كانت تهم القطاع دية التربية والتكوين اللي يمكن نسلطه لها الضوء لكن الوقت يداهم في نهاية هذا اللقاء لا أمنك إلا أن أشكر ابن نصر الناجي سي خالد السامدي سي محمد درويش على هذا اللقاء وإلى موعد آخر إن شاء الله إلى هنا متتبعينا ينتهي هذا اللقاء وإلى موعد آخر بحودي الله